سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت الملائكة جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة فقالوا من هؤلاء الأربعة قال مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع الرحم ومشاحن قيل يا رسول الله ومن المشاحن قال المصارم يعني الذي لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أي ثلاثة أشياء تفك كل عقد حياتك وتخلصك من أي نحس أو صعوبات تواجهها الأول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الجملة تحمل سر التسليم الكامل لله فهي تعبر عن الإيمان بأن القوة والقدرة لا تكون إلا بالله وفيها استمداد للقوة من الله وحده الثاني الصلاة على النبي وهنا نصل إلى أحد أعظم الأذكار التي تجلب البركة والسكينة في الحياة فالصلاة على الحبيب المصطفى هي نور للقلوب وتفريج للهموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا الآن توقف لحظة وقل معي بصوت خاشع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الثالث الاستغفار اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الاستغفار فالاستغفار هو مفتاح الفرج إذا وصلت إلى هنا واستفات فلا تنسى أن تضغط على إعجاب وتشارك هذا الخير مع أصدقائك لعلها تكون سببا في تفريج هموم غيرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مياء تمر لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أوزاد